بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل يسلم على رسول الله بعد فتح مكة لما فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم مكة أسلم كثير من العرب ليش أسلموا ما معنى مكة بالذات لأن كان العرب يتناقلون فيما بينهم إن مكة هذه تاريخها ما أحد يقدر يدخلها ولا أحد يقدر يحارف فيها فمدامه فتحت لهذا الرجل فهو مقبول عند الله فلذلك أسلم الناس لأن كثير جاءوا لفتح مكة ومهاجمة الكعبة فما استطاعوا خذلهم الله لما جاء محمد فاتحا لمكة وانصاعت له المكة الحمد لله أمر من الله سبحانه وتعالى دخل الناس في دين الله أفواجه الغريب جاء رجل في الأثر جاء رجل من إحدى القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقولون عمره أكثر من مئة وعشرين سنة قد سقط حاجبيه على عينيه من كبر عمره فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه والناس تدخل تبايعه فدخل هذا الرجل فقال يا محمد اللهم صلى الله عليه وسلم عليه قال ألي توبة قال نعم قال وغدراتي وفجراتي مئة وعشرين سنة ونعصي الله وشرك وشرك قال من يحول بينك بين التوبة قال وغدراتي وفجراتي كان الرجل ممصدك وش تلي في ثانية وحدة يقبل الله مني هو الماضي أسود عيده يقول وغدراتي وفجراتي قال يغفرها الله لك فقام يعيد الرجل قال وغدراتي وفجراتي قال يغفرها الله لك خرج هذا الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم تائب ويكلم نفسه وغدراتي وفجراتي يغفرها الله لي وغدراتي وفجراتي يغفرها الله لي في ثانية واحدة لا يغفر الله لك فقط يا أحبابي يبدل الله سيئاتك حسنات كان سيئاتك واجدة ترى بتصير وحسناتك واجدة هذا فضل ممن؟ من الله الذي لا إله إلا هو اللي يحب التائبين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقناطوا لا تقناطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ما اغفره يقول حتى لو تأتي الله يوم القيامة بقراب الأرض ما للأرض ذنوب وسيئات وخطايا يبدلها الله لك حسنات بس نتوب ترى الله يحب التائبين طيب واحد تقول لي يا أخوة ما تتوب قال شو أني مسوي يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد سبعين مرة وفي اليوم مئة مرة والله يقول يا أيها النبي اتق الله لو واغفور له مضمون مكانه في الجنة أحي الواحد لو قال اتق الله قال شو دخلك شو مسوي أنا تقوى هي أصلا للمؤمن للمؤمن ففرصة يا شباب دائما واحد يجدد التوبة مع الله اللهم أن يستغفرك أتوب إليك هكذا يمشي يستغفرك أتوب إليك يجدد التوبة مع الله لماذا؟ لأن يا شباب حين أصبحنا ممكن نمسي من هالقبور اش درينا أمسينا ممكن نصبح من هالقبور اليوم يا شباب كلنا هالملابس نلبسها بأيدينا يا أبو علي ونخلعها أيضا بأيدينا لكن قسم بالله يا ربع بيجينا يوم يا دكتور سليمان نلبسها بأيدينا بس ما نخلعها نحن يخلعها مغسل الأموات قسم بالله والله العظيم إني غسلت شباب والله خلعنا ملابسهم ويعلمني يا أبو عبد العزي مغسل الأموات يقول والله عسكري بدلة الشرطة لا عبي ملابس رياضية جايبينا احنا اللي خلعنا ملابسه وإحنا نغسل عدد من الشباب ونقلبه يميني سار يقول سبحان الله كم عنده أماني هذا الشاب والله يا أبو عبد العزي تقول يخطط غسلنا واحد عمره 21 سنة واحد غسلنا عمره 16 سنة كل هؤلاء ترى عندهم آمال وطموحات وبيسوي وبيصير مشهور وكذا جاء الموت بسكر الطريق دعا للحساب عندك صلاة الفجر كم رصيدك صلاة الفجر كم رصيدك من القيام من القرآن من الإيمان من بر والدي من صلة الرحم هذا الرصيد الصاحب أبو عبد العزيز مو بالراجحي ولا الأهلي ولا البنك اش اسمه البنك الثاني تعال التاجر تعرف البنك ايه ايه ولا متابعين كم عندي متابعين وكم وكم لا اش عندك رصيد للآخرة ذلك الشباب يوميا لا يمر عليك دقيقة يا شباب الله يوفقكم يا أحبابنا لا يمر عليك دقيقة إلا حط رصيد للآخرة استغفار توبة أخلاق بر والدين تسبيح صدقة إحسان للآخرين تسامة ها خل عندك صندوق دائما تحط فيه رصيد لا يفوتك دقائق إلا حط رصيد تقدر فيه حصالة أبو علي حصالة حط رصيد ها وش شيء بتسامة استغفار ذكر أخلاق وانت بيكون عندك صندوق فيه معاصي فيه ناس صندوق المعاصي أكثر من صندوق الحسنات لا 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 خلص صندوق الحسنات هو أكثر الله يجعلنا وياكم من المقبولين قل آمين وفقكم يا شباب جميعا كلكم شباب ما شاء الله حتى أبو علي أبو عبد العزيز الله يسعدكم شباب شكرا لكم الله يحفظكم وفقكم الله يتزال ترى الله يتزال مسفر يخصموا عليه كل الرصيد أمس ووعدني ما وعدنا قال ما قال لك